نحكي على الهيئة التي انتهت في الأشهر الأخيرة الهدف انتعها تقريباً هو تغطية قصور رابطة حقوق الإنسان على الدفاع عن الحقوق والحريات والنغلط أنتم لاحظتم قصور الرابطة في الدفاع عن الحقوق والحريات والنهوض بدورة تاريخي وأنتم كنتوا عذوا في رابطة تنسية الدفاع عن حقوق الإنسان عن دورها وبالتالي أنتم استنهضتم أنفسكم وأسستم هذه الجمعية لتغطية هذا الدور الناقص في البيت لا أعتقد أنه وقت اللي عملنا الهيئة ونفكروا فيها لنا مدة مش بعلاقة بوقف الرابطة بسيفة مباشرة بعلاقة بالجانب الديمقراطي في النضار من أجل الحقوق قلت لك إحنا سميناها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية من اللي ينقع الإنقلاب حسب رأينا يجب يتبدل البوصلة بتاعنا تتعدل شوي نحو الديمقراطية مش نحو الدفاع عن الحقوق والحريات بالطريقة الكلاسيكية يعني مليش عامل الهيئة بش نعمل دفدر نوثق فيه شكون فاكلوا باسبورو شكون حالوه على المحكمة ولا منعوهم السفر بش ندفع ليه هذا مهم وهذا دور للحقوقيين يقوموا به لكن مش هذي اليوم الأولوية لأن هذا يكل بش يولي عمل يومي كل يوم يتم إذا كان الديمقراطية ضيع وانا بيدي بش لتمنعها من نشاطي ذا كان الديمقراطية ضيع دونك نرأي قنا نشوفه منظمة اللي تركز على الديمقراطية من خلال مقاربة حقوقية المقاربة انتها حققية ولكن نعتبروا أنا الدولة الديمقراطية هي اللي تنمو فيها وتتفتح الحقوق وتحترم الحقوق والحريات فدمجنا بيناتهم لكن صحيح أنا أنا شخصيا مستق من موقف الرابطة وعدد من الرابطيين ديور عدد من المسؤولين الرابطيين القدماء يعني الكتبوا نص يعبروا فيها على استياءها من موقف القيادة الحالية للرابطة لأن الرابطة منظمة عريقة وعندها ثقلها وعندها وزنها وبش تواصل بعض القيادة هذه مش 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 تموت الرابطة لكن القيادة الحالية فقدت البوصلة الحقوقية وغلبة بوصلة يبدو أنها سياسية لكن فيمتاج حتى سياسية شيء مضم في يعني الخنوع والخضوع لرغبة الحاكم وفعلا شيء يحشم أن رئيس الرابطة يشارك في مهزلة هذه اللي سموها حوار اللي ما عندهم من معنى من الاسم كان من الحوار كان الاسم فقط وليوم الرابطة في حالة تستدعي يعني الإنقاذ وكيدا الرابطيين مش مش يسكتوا وإن شاء الله ينقذوها